موسيقى نحاول قدر المستطاع نعرف على بعض الحقائق العلمية والمعرفية وليدتنا لكي ينتبه قدر الإمكان في مواجهة التوسع الخطير لدلوبية الضمار كنا نعرف بأن اليوم المغرب فيها استج شركات تبغ المخططات الخطيرة جدا يتوسع على مستوى السن ومستوى الجنس ومستوى جغرافية وهذا التوسع يشمل وليداتنا ويشمل بليداتنا ونحن بهذه الطريقة نحاول نعريه على هذه الحقائق ونبينه لوليداتنا بأن هذه الحقائق خطر الداهم يمكن أن نواجهه ونفهمه السياق لذلك الشركات التي حاولوا يجرونها بطريقة أخرى نحن عارفين التركيبة السجائر في الوقت أصلاً في هذه الشركات والتركيبة السجائر للأسف في السوق المغربية أخطر بكثير من السجائر المتدولة في السوق العالمية وهذه الحقائق تحاولوا أننا نوصلها لوليدتنا على أساس أنهم يتفدوا هذه المرحلة المراهقة ويدوزوا مرحلة الشباب إن شاء الله يمشوا في السياق للدراسة ويخرجوا من هذه المسارات حتى واحد ما يترجى وليدتهم أنهم ينساقوا فهذه المخططات الخطيرة اللي بي تدمر هذا وفعلاً هذا هو الإطار إن هذه الجمعيات بشاركة مع المدير الإقليمية فهي تقوم بتحسيس على المرتفقين وخاصة التلاميذ اللي قل من 16 العام بتفادي السجارة الأولى والمخدرات وهذا تدخل في إطار تفادي السلوك الماشين حتى يتمكن الناشئة دينا باش مر من هذه الفترة وتعيش في واحد الاجواء اللي هي نظيفة وبعيدة كون أفات ديال الإدمان والعوائق لتضيع المسار ديالهم الدراسي وهذه تنشكروا مجهودات ديال هذه الجمعية اللي جات وقمت بها الصبحية تحسيسية وزرعت واحد الشجرة هذه الشجرة اللي تزرعت في إطار تخليد وثمين هذا المجهود اللي هو غالي تقوم به بحيث أنها تبقى هذه الشجرة دائماً لهذا اليوم تخليداً لهذا اليوم صراحة ولينا كنشفوه بزاف في الحياة ديالنا من هذا الشيء من اللي بدأت الظاهرة ديال كوفيد ولينا كنشوفو بزاف اللي ماتوا بسبب ما عندهمش المانعة بسبب تدخين صراحة نضد ديال هذه الظاهرة ولينا كنشاهدوها بزاف كنشوفو بزاف نشوف نحضاً بلاصة نقاش دراري كي كمين وقدرت أنا نتعرض نقدر ناخد فكرة خاطئة على هذا الظاهرة هذه صراحة أنا ما عنديش معا أنا ضد الفكرة تأثرت على الحياة المستقبلية ديال الأطفال وديال البنات ولينا كنشوفو جاب انت تقدر تكمي تقدر تمشي مع الدراري تقول كلام اللي هو فاحش كنشوفو الظاهرة ديال التطغن كتزيد كتكتر حول العالم وأيضاً كتسبب كثير من الإدمان والأخطار كتقدر حتى القاتل وبعد المرات كبه في الأحياء الشعبية كنلقوا بزاف ديال البناتن وديال الأونش والذكر كنلقوا بزاف مجموعين كتعطووا الإدمان من المخدرات والسجائر وكاللقوا بعض المرات أوشاني قاع كيكونوا حاملين السلاح الأبيض معهم وكاللام الفاحشة وذلك كنقولهم عفاكم ما تقولش ديال الظاهرة ديال التطغن لأنها كتسبب الكثير من الإدمان كتسبب الكثير من الأمراض